اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هو ربا في دار زايد ما يضام يكبر ويصغر في نظرها المستحيل ياخذ من عزوم الهمام ابن الهمام بو خالد جعل عمره طويل بو خالد النادر جعل عمره طويل حبه هنا وعشب على صدري كلام والله يقدرني على رد الجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير لجنة موقرة ولجنة استشارية وحضور كريم ومشاهدين من خلف الشاشات ولا يفوتني أن أرحب بالوالد حفظ الله صلع النبي صدري وطن صدري وطن يطلق اللهفه طيور كل ما تزوره وجوه الراحلين واسمك مزن والعطش هدى الصطور كل ما لفه تنبت حروفه حنين يا أبوي زايد يا أبوي زايد يبعثرني شعور ما ينكتب حرفه وتقراه عين يا أبوي زايد يبعثرني شعور ما ينكتب حرف أو تقراه عين للحين فقدك يسولفني حضور والفقد من عادني سبعة سنين أذكر زحام الألم وسط الصدور واذكر ملامح وداعك في البطين تايف بدمعي وهالدنيا تدور طفل يبي بينهم وجهك يبين تايف بدمعي وهالدنيا تدور طفل يبي بينهم وجهك يبين عنقت صلع نبي لك شوق في داخلي وفي شبور يكبر معي بين ذكرى ودمعتين والهان والهان والحزن في صمتي جهور يشهق فراقك ويزفرني أنين عانقت في مسجدك نبض الزهور ولازلت مرة دعاء وسجدتين من وين وجهت ولك بصمة ودور ألقى تفاصيل فعلك كل حين أغزل معانيك والبس ثوب نور وتوشحك سيره مجد ثمين منك تعلمت كيف أبقى صبور لعزم ثابت ولجنب متين وانصابني شك في بعض الأمور أفرش دروبي من إصرارك يقين نهجك غرس في ولدك أحمد بذور واصبحت جذع قوي مايلين يا بوي لو صارت سنيني دهور ببقى طفل ينتظر وجهك يبين سلامتكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خير المرسلين أرحب بالحضور الكريم وكذلك بالمشاهدين أمام تلفزينا وأرحب بالشاعر أحمد سند يا مرحب وهذه قصيدة طبعا ذاتية ترجمة فيها الشاعر مشاعره تجاه المرحوم الشيخ زايد القصيدة طبعا حفلت بالصور الشعرية الجميلة يعني منذ المطلع صدري وطن يطلق الله في طيور وهو ينسج هذا الجمال الذي تصوره هذه الصور المنتزعة من أساليب مختلفة في البلاغة وفي التصوير وكذلك أضاف إليها كثير من المحسنات اللفظية التي احتاجها النص اللي هو أغلب ما استند إليه هو أسلوب الطباق اللي هو المقارنة أو الجمع بين النقيضين وطبعا هذا الجمع بين النقيضين دائما بشير إلى إرادة الشاعر في الشمول وجمع التفاصيل كلها بعضها إلى بعض فالقصيدة يعني فيها سلسلة جيدة في طرح الموضوع من البداية إلى النهاية في البداية كثير من الكلمات التي تتدل على الرحيل يعني هو طبعا من البداية في البيت الأول قال كل ما تزور وجوه الراحلين وبعدين صار عند الكل شيء ينسجم مع هذه الكلمة واللي هي الفقد والذكرى والوداع وإلى آخره لأنه ذهب إلى بدايات هذا الوداع في صغره لا أريد أن أطيل في هذه المسألة ولكن أريد أن أقول أنه في البيت الأول بتقول أنت يا صدري وطن يطلق الله في طيور كل ما تزوره وجوه الراحلين وجوه الراحلين وبعدين في البيت اللي فيه متوسط تقريبا تايه بدمعي وهالدنيا تدور طفل يبي بينهم وجهك يبين يعني أنت تتمنى أن يظهر هذا الوجه الوجه المرحوم ومع أنك أنت هناك بديت القصيدة أصلاً بينك أنت تطل عليك هذه الوجوه الشيء للآخر الثاني أنه في آخر بيت في القصيدة يا أبوي لو صارت سنيني دهور بابقى طفل ينتظر وجهك يبين هنا في ثلاث نقاط فيه تناقض بين الأول والثاني والثالث لكن بين الثاني والثالث فيه هناك تعارض فهو الطفل لما تقول أنت طفل يبي بينهم وجهك يبين ممكن أن نقول أنه هو صح يعلم أنه هنا في وفاة واختفاء ولكنه قد يصور له خياله الطفول بأنه قد يظهر هذا الوجه لكن لما أنت صرت في مستقبل الأيام يا أبوي لو صارت سنيني دهور سنين طويلة بابقى طفل ينتظر وجهك يبين إن هذا غير اللائك مع الشاب أو الكبير الواعي إنه يكون ينتظر إنه يظهر هذا الشخص ويظهر وجهه شكراً على هذا النص شكراً برجاء بسم الله الرحمن الرحيم بداية أن أرحب بجميع الحضور والمشاهدين مشكور يا أبو شهاب القصيدة عن أبونا الراحل زايد الله يرحمه ويقفر الله ويسكنه بسيح جناته القصيدة أرى أنها غلبة مشاعر الحزن والعاطفة عليها بشكل كبير فجاءت وصف لي حالك أنت الشعورية هذه أكثر من أي شيء آخر في القصيدة وجدت أن هذه الحالة الشعورية عندك تمتد بين مرحلتين عمرتين المرحلة الحالية اللي أنت فيها ومرحلة الطفل اللي كل ما تستذكر أو تمر بك ذكرى الشيخ زايد تستحذر حالتك الشعورية وانت طفل في هذه الأيام على الوداع أيضاً هناك حالتين شعوريتين ثانيتين في القصيدة الحالة الأولى الحزن على الشيخ زايد والحنين له والحالة الثانية اللي وضحت في النص الثاني من القصيدة الثبات والقوة المستمدة من قيم الشيخ زايد مبادئة وإنجازاته يوم تقول أغز المعاني كلبس ثوب نور وليعزم ثابت لجنب المتين وأفرش الدروبي من أصرارك يغين وأصبحت جدعاً قويين مايليين فجاءت الصور الشعرية عندك بين هذه الحالتين مما خلانا نعيش هذه اللحظات الإنسانية بين الشعور بالضعف والحزن وبين الشعور بالقوة والأمل والثبات في نفس الوقت واستطعت في رأيي أنك تعبر عن هذه الحالات الشعورية كلها بشكل جيد وجميل عندك إضاءات شعرية جميلة في القصيدة أنا كنت أتمنى أنك تذكر عن الشيخ زايد أكثر منجازات أكثر أو ملامح لمبادئة وقيمة بشكل أكبر لأن الوصف اللي وصفته هنا عن المغفور للشيخ زايد وحالة الحزن ممكن تطبق على فقد أب أيضاً فقد قريب فقد إنسان قريب فكنت أتمنى أن إضافة إلى هذه المشاعر الحزن والفقدان أنك توضح أكثر الخصوصية في هذه الحالة الشعورية عن الحزن للشيخ زايد ولكن بشكل عام عطيتنا نص جميل يا أحمد شكراً لك شكراً لك أحمد جلائطك العافية جواك الله ورحمة الله على الشيخ زايد عسى الله يسكن الجنة فعلاً أحمد شيخ زايد رحمة الله عليهم ما هو للإمارات والإماراتيين لكل شعوب العالم صحيف فعلاً وهذا الشعور الصادق الذي أنا حسيته من أحد أبناء اليمن الغالي على قلوبنا كلنا الله يطول عمرنا طبعاً النص مليء بشعور الولاء والوفاء لها الوطن ورمزها العظيم الشيخ زايد شعور صادق استنطقتها لبيعات بصدق للمانة عشت هذه المشاعر الجمال متناثر فيها القصيدة يا أبو زايد يبعثرني شعور ما ينكتب حرف أو تقراه عين من هول الحدث والمشاعر طبعاً عبر شعر بأنه عاجز عن كتابة تلك المشاعر للحين فقدك يسولفني حضور والفقد من عادني سبعة سنين من عمرك سبعة سنين أنت فتحت عينك على فقد الشيخ زايد رحمة الله أذكر زحام العالم وسط الصدور وأذكر ملامح وداعك في البطين أبيات جميلة ما تقول يا أبو خالد؟ لا غرابة فأنت شاعر جميلة شهادة يا أبو خالد أتشفيها تستاهل يا حبيبنا يا كثر ما وقف ش تقول في أبيات عندك أريد أسمعها منك يقول يا كثر ما أوقف مع الناس وقفات ويا كثر من يبغي يزعزع كياني ما يهزني أضعيف النفس والذات يهزني من هو بطيبي رماني طيبي في هذه الدنيا مسبب معاناة ميل من أغصان الفرح والأماني مرات أحس الطيب ساس العلاقات ومرات أحس الطيب غلطة زمانية الوقت هذا غير عن كل الأوقات فيه الكذب والمصلحة شكل ثاني تغريني الدنيا بثوب الملذات وما ألبس إلا ثوب جزل المعاني وافي ولو أن الوفا بيننا مات ولكن جثمان الوفا في المحاني السلام عليكم شكرا